صباح لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ومزال الحديث عن احتفالات اكتوبر لان في حقيقة الامر مبارح كان في احتفالات خاصة باكتوبر لكنها احتفالات من نوع خاص احتفال طلبة الكلية الحربية بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية بحضور وتشريف السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي تحدث في عدد من الموضوعات الهمة زي ادرة مصر اللي هي تواجه الارهاب على مر التاريخ مش بس كده كمان الازمات التحديات اللي ادرة مصر اللي هي تتجاوزها خلونا ناخد قراءة وفية وسريعة لاهم غسائل السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه المناسبة بالامس من خلال ضفنا اللي منورنا فيه للستوديو الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام صباح الخير يا سيسي جميل صباح الخير على حضرتك سيد جميل خليني اعرف من حضرتك تبعت ازاي بالامس تخرج الدفعات الجديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية تحديدا ورسائل السيد الرئيس في هذه المناسبة هو في البداية طبعا لازم نهني الضباط الجدد انضمامهم للقوات المسلحة المصرية وبنهني ايضا اسر الضباط اللي قدموا لمصر خيرة الشباب ان هم يقدروا علشان يضحوا في سبيل الدولة المصرية ويحافظوا على حدودها ويحافظوا على الامن القومي للدولة المصرية طبعا مبارح كان يوم انا بعتبر من الايام الجميلة كل سنة ان احنا بنشوف اجيال جديدة بتنضم للقوات المسلحة على اعلى مستوى من التدريب على اعلى مستوى من الكفاءة العلمية والبدنية والقتالية ايضا بينضموا وبيعتبروا دول اضافة جديدة للقوات المسلحة المصرية طبعا كلمة الرئيس مبارح كانت كلمة مهمة جدا هي كانت مختلبة ولكن كانت بها العديد من الرسائل اهمها طبعا ان مصر عدت عليها ازامات عديدة ولكن بفضل القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية وايضا الشعب المصري ادرنا ان احنا نتجاوز هذه الصعوبات اهمها طبعا مكافحة الارهاب او القضاء على التنظيمات والجماعات الارهابية بعد 2013 احنا شوفنا كان في موجة كبيرة من التنظيمات الارهابية وموجة ارهابية كتيرة داخل العمق الدولة المصرية وفي منطقة سينة ادرت القوات المسلحة المصرية بمجهود كبير جدا ان احنا نقدر نحقق النصر على هذه التنظيمات الارهابية ادرت القوات المسلحة انها تضرب البنية التحتية بالكامل فسينة ادرت القوات المسلحة مش بس بنية تحتية ادرت من خلال عملية شاملة اللي يتغفف منها الارهاب بشكل عام بالزبط البنية التحتية وتقضي على الارهاب في سينة بالكامل وانت مش تقضي على الارهاب فقط ولكن كان بالتوازي معها كان في عملية تنمية شاملة في سينة وفي الدولة كلها والتنمية الشاملة دي في الدولة ما كانتش هتحصل إلا لو كان فيه استقرار إلا لو كان فيه أمن إلا لو كان فيه قوات مسلحة قادرة على حماية الدولة المصرية تقدر أن هي توفر المناخ الملائم من أجل تحقيق التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية وتقدر أن هي تجذب العديد من الاستثمارات الخارجية لأن ما فيش أي مستثمر هيقدر يحط استثماراته في أي دولة وهو مش متأكد أنها مستقرة مش متأكد أنها فيها أمن أو أمان لكن الدولة المصرية أثبتت أنها دولة جاذبة للاستثمار دولة الاستثمار فيها آمن نتيجة القدرات التي قدمتها للقوات المسلحة المصرية لأنها قدرت أنها تحقق السيطرة مش في قضاء على الإرهاب فقط ولكن على حدود مصر المختلفة وأيضا تفرض سيطرتها على المياه في البحر الأحمر وفي المتوسط أيضا وتحقق أيضا السيادة والرياضة في المنطقة نعم خلينا هنا نقف حديدا عند جزء مهم جدا حضرتك تطرقت في الحديث لي وهو فكرة الأمن والاستقرار لأن في حقيقة الأمر لو لا الأمن والاستقرار ما حدث ما نحن بصدده اليوم من نهضة حقيقية على أرض الدولة المصرية ويمكن الأمن والاستقرار دائما بيكون بمثابة الركيزة الأساسية أو عمود الخيمة اللي بتنهض على أساسه عدد من القطاعات أهمها القطاع الاقتصادي لأن رأس المال بطبيعة الحال جباب يبحث دائما عن الاستقرار والأمن وهنا كان حديث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس عن أهمية الأمن والاستقرار للعبور أو مواجهة التحديات التي عانت منها الدولة المصرية شايف الرسالة دي إزاي؟ هو طبعا رسالة مهمة جدا زي ما قلت لحضرتك أن تحقيق الأمن والاستقرار هو اللي بيبقى جازب للإستثمار تحقيق الأمن والاستقرار هو اللي بيعطي المواطن المصري أو بيهيأ له الجو المناسب صحيح أنه يعمل بشكل سليم وبشكل آمن داخل الدولة بيجذب مش أيضا الاستثمار هو بيجذب أيضا بيفتح مجال لفرص عمل كبيرة للمواطنين أن هم يشتغلوا في المشروعات القومية يشتغلوا في المشروعات الخاصة اللي هي بتعيد زي ما احنا شايفينها أن مصر بيعاد بنائها مرة أخرى من 2014 لغاية دلوقتي دي فتحت مجالات لفرص عمل كبيرة جدا احنا لو شفنا أيضا تحقيق الأمن والاستقرار واعادة بناء الدولة مرة أخرى ده هنلاحظه في عمليات الهجرة الغير شرعية كان قبل كده مصر من الدول من قبل 2013 كانت مصر من الدول أكبر الدول اللي هي بتخرج منها مراكب للهجرة الغير شرعية لكن مع المشروعات القومية وعلى استقرار داخل الدولة المصرية ما فيش أي مركب خرج من حوالي أكتر من خمس سنين هجرة غير شرعية المواطنين المصرين قدروا أن هم لقوا فرص عمل داخل الدولة في المشروعات القومية الكبرى فمش هيطلع برة ده ليه؟ لأن فيه تحقيق فيه أمن واستقرار داخل الدولة المصرية فيه أيضاً لما يبقى فيه استقرار يبقى فيه استراتيجية اقتصادية واضحة أنتو بعارف أن انت في خلال السنة دي هنعمل إيه؟ هنسوي إيه؟ في المجال الاقتصادي كل ده الهدف منه الارتقاء بالمستوى المواطن المصري والارتقاء بالدولة المصرية طالما أن فيه أمن وطالما أن فيه استقرار لكن ما فيهش أمن وما فيهش استقرار مش هتقدر تحط خطة اقتصادية للدولة مش هتقدر تجذب رجال أعمال أو شركات استثمارية كبرى مش هتقدر أيضاً أنك تخلق فرص عمل كبيرة للمواطنين من أبناء الدولة المصرية مش هتقدر أيضاً تستمر في عملية التنمية داخل الدولة نعم ويمكن هنا أستاذ جميل بنتحدث عن رؤية الدولة المصرية لأن فيه الحقيقة مصر ما وجهتش الإرهاب مواجهة عسكرية فقط كان فيه رؤية بأن ما يتم على أرض سيناء من عمليات إرهابية لن يتم القضاء عليه إلا بخيار ربما كان هو الأصعب في حينها بسبب التحديات التي كانت تموك بالمنطقة ككل وهو مواجهة الإرهاب عسكرياً وأيضاً التنمية إزاي حقيقة شايف الخيار ده تحديداً في مواجهة الإرهاب وهل هذا هو كان الخيار الأمثل للقضاء على الإرهاب؟ هو بالفعل ده كان القضاء الأمثل للقضاء على الإرهاب في البداية طبعاً لازم نعرف أن كانت سيناء وقت من بعد 2011 لغاية 2013 دخل فيها عناصر إرهابية كتير وبيت مويل ضقم جداً من أجل أن هم يبقوا موجودين هناك وأن هم يواجهوا قوات المسلحة المصرية وكانت الجماعة الإرهابية كانت بتتفخر أن هناك عناصر إرهابية قادرة على أن هي تواجه الجيش المصري وما تخيلوا لللاحظة أنها تواجه الجيش المصري لكن الجيش المصري يتعامل مع التنظيمات والجماعات الإرهابية في سيناء بمنتهى الاحترافية بمنتهى الاحترافية بمعنى أن هم كانوا مستوطنين داخل أماكن المواطنين يعني ما كانوش كانوا موجودين في بعض الأكورة مأهولة بالسكان مأهولة بالسكان وكانوا بيعملوا كمان أن هم يجيبوا معهم أطفال ويجيبوا معهم نساء وقت الاجتماعات بتاعتهم عشان هم يعلموا جيداً أن الجيش المصري أو كدروع بشرية لأن الجيش المصري هو جيش شريف لا يعتدي على نساء ولا أطفال جيش شريف بكل معنى الكلمة يعني لا يمكن له أن يعتدي حتى يعني كان فيه أوقات كان يقال أن فيه صيد سميني يعني مجموعة كبيرة من القيادات موجودة ولكن في وسطهم أطفال ونساء الخطة تغيرت ولم يتم أنا شفت درق العين أثناء العملية الشاملة في سينة 2019 كنت متواجد على أرض سينة تحديداً ورأيت ده شفت أن كان فيه أحد العناصر التكفيرية اللي بيواجه كمين في الجيش وأثناء التعامل معه تواجد طفل في المكان تم على الفور وقف العملية بسبب وجود أطفال في المكان لأنه هو زي ما بقول لحضرتك الجيش المصري هو جيش شريف وبيتعامل بشرط فلهذا السبب القوات المسلحة المصرية وضعت خطتها أنها تقضي على الإرهاب في سينة ولكن بالتعامل بمشرة جراح عشان لا يصاب مدنيين ولا يسقط أطفال أو نساء فلهذا السبب كان فيه أكتر من عملية كان فيه حق الشهيد ومن قبلها نسر وكان فيه بعد نسر واحد واثنين وثلاثة واربعة ثم العملية الشاملة سينة 2018 وكان كل عملية لها هدف معين للوصول في النهاية تطهير سينة بالكامل من التنظيمات والجماعات الإرهابية بجانب العمليات العسكرية كان فيه أيضا التعامل الفكري يعني هم بتتعملش بالعمليات العسكرية فقط أو القوة العسكرية لكن كان فيه أيضا المحاولة تغيير الفكر والسلوك للعديد من الشباب داخل الدولة المصرية لمواجهة الفكر التنظيمي الإرهابي اللي كان موجود وقتها على الجانب الآخر كان فيه التنمية لأن التنمية ده كان شيء مهم وكان واجب منذ 2014 لأن كانت الدولة زي ما قال سيادة الرئيس إنها كانت وسط إنها شبه دولة ما كانش فيه اقتصاد ما كانش فيه بنية تحتها بالكامل كان فيه مناطق عشوية كتير كان هناك غياب لمؤسسات الدولة بالزبط فالدولة أخذت قرار وده كان قرار طبقا لقدرات الدولة يعني ما فيهش دولة بتاخد قرار إلا لو هو يعلم جيدا ويعلم قدرات الدولة قدرات العسكرية لمواجهة وأيضا قدرات الدولة في إعادة البناء مرة أخرى وإن ما فيهش واحدة هتأثر على التانية يعني ما فيهش قرار هيأثر على التانية وكان بالفعل المصارين كانوا مهمين جدا للقضاء على الإرهاب والتنمية وشفنا أيضا التنمية في سينة لأن أيضا لما بجانب العمليات العسكرية اللي كانت في سينة كان فيه التنمية شفنا الأنفاء اللي ابتدت الفتح لربط سينة بالدلتة شفنا المدن الجديدة اللي بدأت تنشأ الطرق وربط المحاور سينة بعضها ببعض كل ده كان مستمع يعني كان العمل فيه مستمر لوقت القضاء على التنظيمات ووقت العمليات العسكرية لأن أيضا كل ما هيبقى فيه تنمية على أرض سينة كل ما الإرهاب هيبتدي بتغلل كمان فرص استقطاب الإرهاب يعني أي من يعني أقول إيه ضعاف النفوس اللي يقدر يستقطبوا العناصر الإرهابية لأن فيه حركة وفيه تنمية وفيه شغل وفيه يعني توظيف لأبناء سيناء لأن في حياة العمر هي جزء لا يتجزأ أبدا عن الدولة المصرية ويمكن هو ده كان سبب رئيسي لتضحية الجيش المصري في حرب أكتوبر لتحييل الانتصار علشان عودت أرض سينة لنا لكن بالأمس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أزمة كورونا وقال إن نصا كده إن ربما البعض كان شايف أن أزمة كورونا دي هي نهاية المطاف وما حصلش وعدينا خلال سنتين ومحدش كان يتوقع أن العالم يمر أو يتعافى أو يتعايش مع أزمة كورونا بعد سنتين وبإذن الله الأزمة الحالية هتعدي وهتمر من وجه نظرك شايف الأزمة الحالية بتتمثل فيه تحديدا ويدور المطلوب مش من الدولة فقط من الدولة ومن المواطن أيضا هو طبعا الأزمة كورونا لما عدناها ده نتيجة السياسة أو الاستراتيجية الاقتصادية اللي كانت واضحة داخل الدولة المصرية وقدرنا الحمد لله إن احنا نواجهها بشكل كبير طبعا الأزمة الحالية للأسف شديد هي المسافة أو الوقت كان بينها وبين أزمة كورونا وقت بسيط جدا يعني العالم بيتعافى من كورونا ودخلت الأزمة الروسية الأوكرانية طبعا برضو طبقا للإستراتيجية الواضحة اللي كانت موضوعة من الدولة من عام 2014 حتى الآن احنا متغلبين على هذه الأزمة يعني وقفين زي ما قال سيادة الرئيس المبارح على أرض صلبة وقفين على أرض صلبة من الناحية الاقتصادية هو فيها الزاب كبيرة جدا على مستوى العالم في دول كتيرة المواد الغذائية فيها نقصة في دول كتيرة فيها مواد الطاقة نقصة مش موجودة وإحنا داخلين على فصل الشتاء وفي أزمات كتيرة لكن الدولة المصرية وقفة على أرض صلبة بتسعى لمواجهة هذه الأزمة بشكل مدروس يعني يكون دلت الجديدة وصوب الزراعية بالضبط كان عندك الأرض بتاعتك انت تريد تستغلها لاستغلال الأمثل من خلال الزراعة فبتدت الدولة وزي اللي احنا شفنا الرئيس لما افتتح بدأ في جني الأمح في تشكة والرئيس حضر هناك ده دليل على أن الدولة مكادش كان لها استراتيجية واضحة لمواجهة أي أزمة محتملة على مستوى العالم مشروع مستقبل مصر العديد من المشروعات اللي كانت على أرض الدولة المصرية كلها كانت الهدف منها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المواد الاستراتيجية والمواد الغذائية الصوامع لتخزين الأمح كل ده كان الدولة عاملة حسابه لمواجهة التهديدات والمخاطر المحتملة من أي أزمة تواجه العالم كله فكان فيه الحمد لله كانت الدولة وقفة بشكل كبير بدليل أن كل السلع الاستراتيجية موجودة داخل الدولة فيه احتياطي لمدة ست شهور ده أيضا كان فكر استراتيجي واضح لمواجهة أي أزمة طبعا المواطن عليه دور كبير جدا في مواجهة هذه الأزمة أنه هو الاستمرار في العمل الاستمرار في الأداء بشكل قوي من أجل توفير كل الاحتياجات للمواطنين من أجل المزيد من الجذب الاستثمارات الخارجية كلما هيبقى فيه تنمية وهيبقى فيه إعادة بناء داخل الدولة كلما الاستثمارات الخارجية هاتيجي هجب استثمارات وهتقلل فطورة الاسترات كبير بالزبط وتقلل فطورة الاسترات وهتوفر أيضا فرص عمل كبيرة للمواطنين نعم يمكن كان فيه حديث أيضا للطلبة أو للضباط الجدد بقى بالأمس من السيد الرئيس بأهمية الإرادة في التغلب على كل الصعاب وكل المشاكل التي قد تواجه حتى البلاد في المستقبل شايف إزاي بتلعب الإرادة دور هام في مواجهة التحديات وإني عندي تخطيط وهذا التخطيط مسحوب بالإرادة الحقيقية قادر على مواجهة التحديات وزاي نقدر اللي احنا نستلهم روح اكتوبر من إرادة حقيقية لقهر العدو ونقدر نعمل ده وليسه على التحديات المستقبلية للدولة المصرية هي الإرادة دي في جينات الشعب المصري يعني أنت حضرتك بتكلم عن روح اكتوبر هي روح اكتوبر أعادت النصر وأعادت الأرض وأعادت الكرامة لكنها وبصيت حضرتك أن روح اكتوبر دي كان فيها الإصرار والإرادة والعزيمة أن إحنا مش هنسيب أي حب التراب من أرض المصر الروح دي مستمرة لغاية دلوقتي الروح دي اللي هي واستمرت حتى تحرير طابة كبيرا واستمرت حتى تحرير طابة ومستمرة لغاية دلوقتي دلوقتي يعني هتلاقي تلاتين ست تلاتين ست صحيح الشعب المصري كله خرج في تلاتين ستة ما هدي روح أن أنت عايز تعيد الدولة أنت شايف الدولة الشعب المصري شايف الدولة وهي بتختطف منه وأن هي ماشية في مصار تاني نزل في تلاتين ستة أعادت دولة مرة أخرى هل يبقى فيه أزمة حقيقية ملموسة علشان خطر ينطفد الشعب المصري ويتكاتف ويبقى لحمة وحدة عشان يواجه هذه التحديات؟ هو طبعا مش هي مش لازم تبقى في الأزمات يعني احنا بنلاقي في الأزمات أن الشعب المصري كله بيلتحم وبيتكاتف من أجل التحقيق الهدف اللي هو عايزه بالزبط إيه؟ يعني زي ما بقول لحضرتك في تلاتين ستة خرج الشعب كله لمواجهة عناصر والتنظيمات الإرهابية كنت هتلاقي قوات المسلحة والشرطة والشعب أيضا كان في ظهر رجال الشرطة والقوات المسلحة لمواجهة التنظيمات والعناصر الإرهابية إعادة بناء الدولة مرة أخرى وكل دي روح أكتوبر أنك عايز تعيد بناء الدولة عايز أقول لحضرتك على حاجة في عام 2014 لما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شرق قناة السويس الجديدة الشعب المصري نزل وأودع فلوس في المدخرات في الشهادات الاستثمارية 64 مليار في أسبوع ما هو دي روح من روح أكتوبر وأن الشعب هيقف خلف دولته من أجل تحقيق التنمية ومن أجل تحقيق النصر ما كل ده روح أكتوبر هي هي بيتوارسها الأجيال إن اختلفت أشكالها يعني مش لازم تبقى هي في معركة من المعارك لا هي إن اختلفت أشكالها في الوقوف بجانب الدولة من أجل تحقيق التنمية في الوقوف في إمتازة للأسف يا سوري جديدونك في الوقت الحالي في بعض ضعاف النفوس خلينا نسميهم ضعاف النفوس اللي بيستغلوا هذه الأزمة الاقتصادية تحديدا العالمية بمناسبة يعني لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب ممكن نشوف سلع بعينها بيتم احتكارها لمجرد تسريب معلومة بأن سعرها هيزيد يمكن شفنا ده في عدد من السلع هقول مثلا الرز شفنا في وقت من الأوقات حتى تدخلت الدولة بالتسعير الجبرية شفنا في سوق السيارات أيضا فإزاي نقدر اللي احنا نتغلب على هؤلاء ضعاف النفوس من خلال تلحومنا وتكاتفنا معهم هو طبعا احنا الشعب عليه دور كبير جدا لمواجهة ضعاف النفوس دول ليه لأن هتلاقي في كل في وقت الأزمات فيه بالتأكيد هناك العديد من الناس بيحاول أنه هو يستغل لحق مكسب مش مضاعف أكتر مضاعف ثلاثة أربع مرات في حاجات كتير قوي لكن على الشعب المصري أنه هو يتجنب هذي التجار دول وأن أيضا الإبلاغ الفوري عن كل من يسعى لأنه هو يرفع الأسعار أو يستغل المواطنين أنت لازم تروح تبلغ أن هذا الرجل بيبيع خارج التسعير أو بيبيع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية للدولة أيضا الناس يجب زي ما بقول لحضرتك أن هم ما يروحوش يشتروا منهم الحاجة دي الحاجة اللي أنت مش محتاجها ما تشتريهاش ثم يجب أن يكون لك دور برضو مهم جدا الإبلاغ عن كل من يرفع الأسعار يكون المواطن مواطن إيجابي قادر على التعامل مع المتغيرات الموجودة ما هو ما يكونش شخص سلبي وأنا مالي بعيد عني ما ليش دعوة في نهاية أستاذ جميل بنشكر حضرتك أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر شكرا